كل يوم بنشوف أخبار وتقارير لها علاقة بالتطور الكبير اللي بيحصل في مجال علوم البيانات والحوسابة والذكاء الاصطناعي وده لأن العالم كله بقى بيراهن على هذه المجالات بيشوف أنه دي العلوم هي تبقى علوم المستقبل عشان كده فيه تمام كبير من مصر بالرقمنة والتوطين صناعة التكنولوجيا وإطلاق مبادرات لتأهيل الشباب وتعظيم قدراتهم في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي وكمان إنشاء مراكز عملاقة للبيانات والحوسابة أذي المركز اللي افتتحوا الرئيس يوم الحد اللي فات حيا شازلي أنه زي ما يمجد كانت هذه التخصصات كانت تخصصات بالفعل منفردة بذاتها يعني تخصص كلية حاسبات وعلوم حاسبات كانت كلها تخصصات منفصلة لكن دلوقتي الفكرة أن كل المجالات بقت مرتبطة بالرقمنة ومرتبطة بالتكنولوجيا ومرتبطة بالتطوير والتطور التكنولوجيا اللي حاصل في العالم كله فما بقاش ينفع أن يكون فيه مجال أو فيه شخص مش مؤهل أصلا في هذا المجال عشان كده جيد اهتمام الدولة بتأهيل الشباب في هذه المجالات مش بس من خلال المبادرات لكن كمان إحنا عندنا كليات متخصصة في علوم البيانات والدكاء الاصطناعي وبقى فيه وعي كبير جدا عند الشباب للانتحاق بالكليات دي لأنها بتخرج شباب عندهم مهارات محتاجها سوق العمل الجديد ويمكن اللي حاول أنه يتجاهن المهارات دي يا شازلي فعلا خرج لسوق العمل وتفاجئ بقى بأرض الواقع صحيح وزي ما قلت كده أن الموضوع ما بقاش مستقل بقى مرتبط بكل مجالات الحياة ولو ذكرنا مثلا المجال الصحي يعني أنت بتروح بتدرس طب بتاخد سبع سنين بتوعك دلوقتي طبعا دخل الزكاء الاصطناعي ودخل الروبوت فيه عمليات جراحية كبيرة وعمليات جراحية معقدة فطبيعي أنك برضو يتم تأهيلك في هذا المجال وده نقطة غاية في الأهمية وبنسبب ده طبعا سوق العمل الجديد المنتدى الاقتصادي العالمي أصدر تقرير في عشرين تلاتة وعشرين بيتكلم عن مستقبل الوظائف بيقول أن ربع الوظائف الحالية هتتغير بشكل جوهاري في الخمس سنين القادمة ويتم استحداث وظائف جديدة معظمها مرتبط بالتكنولوجيا والبرمجة وأيضا الزكاء الاصطناعي يعني بشكل عام كده اللي مش هيبقى حابب أن أولاده يلطحقوا بالكليات دي على فكرة حتى لو من غير الكليات حتى لو لو يلطحق بالمبادرات دي عشان تبقى عنده هذه المهارات حقيقي هيكون بيأخرهم كتير جدا وكده كده هيضطر يتعلم عشان يقدر يواكب سوق العمل دلوقتي فمهم جدا أنه نتعلم أكتر بنكتسب هذه المهارات لأنها ما بقتش خلاص رفاهية أو زي ما بنقول كده ما بقتش عشان نملة سي في بتاعنا أو نملة السيرة الوظفية أو السيرة الداتية بتاعتنا لا بقى لازم تكون موجودة عشان تقدر تتوظف في مكان مهم ومش بس عشان تقدر تتوظف في مكان مهم أو مكان محترم عشان تتوظف في أي مكان تقدر تؤدي عملك بالشكل اللي دلوقتي العالم كله ماشي به